إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد إذن نحن بسنتكلم على المولد المولد النبوي الشريف ولقد انتقل المحتفلون من مرحلة الاحتفال إلى مرحلة الهجوم مرحلة الهجوم والتهام كل من لم يحتفل أو ينكر عليهم الاحتفال إنكارا لطيفا انتقلوا إلى مرحلة الهجوم اللفظي والتصنيفي بل انتقلوا باستفزاز استفزاز المسلمين مثل ما وقع البارحة ذلك الحفل التعيس البائس على بجانب صاحب محمد صلى الله عليه وسلم أبي زمعة البلوي الذي يسمونه القراوة والتوانس سيد السحبي ويسموه سيد السحبي لأنه صحابي ففي القيروان مقام أو قبر أبي زمعة البلوي وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى تونس فاتحا لها والغريب أنه البارح منكر عظيم راقصات تكاد تكون عرايا وأصوات منكرة كأصوات الحمير ولست أدري كيف السلطة تبيح هذه المسائل فين بجانب قبر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وفين في القيروان القيروان الغالبة القيروان التي انطلقت منارة للعلم ومنارة للفتح الإسلامي في شمال إفريقيا وفي إفريقيا بل إلى أوروبا يا أخي تحتفلوا امشوا للقصبة امشوا للقصبة أمام القصبة ثم مساحة كبيرة امشوا غادي وزيتوا وزمروا وعروا غادي أما أن تكونوا في القيروان فهذا منكر مضاعف إذن الجهل الطاحن ظهر البارحة في القيروان ووصلنا إلى درجة الخيانة العظمى في تخريب عقائد الناس والفساد الأعظم هو إفساد دين الناس فنحن انتقلنا من مرحلة الاحتفال بالسلمية إلى مرحلة العري إلى مرحلة العري ومرحلة تحدي قيم التوانسة وقيم الأمة نحن أيها الأحبة في مشكلة مع ضحايا الجهل والفساد والخراب والتسيب وموت الأخلاق في البلاد هذه سياسة ممنهجة الخيانة العظمى هي في تخريب عقيدة الناس والفساد الأعظم هو إفساد دين الناس نحن في مشكلة مع الجهل وفي مشكلة مع الفساد وفي مشكلة مع الخراب ومشكلة مع التسيب ومشكلة مع فساد الأخلاق بل موت الأخلاق صار الاحتفال بالمولد مناسبة للمناكير القولية والفعلية المناكير الشركية بالقول وبالفعل يذبحون سيدفلان ويقدمون القروبات لسيدفلان أصبح المولد مورد رزق للفساق والفسقين الذين يأتون يغنون وبنات شبه عراء يرقصون بجانب صاحب محمد صلى الله عليه وسلم أمشوا يا أخي تبروا في القرتاش تبروا في القرتاش تبروا في القصبة أعملوا زيتوا أبعدوا على القيروان أبعدوا على القيروان لكن هم خاصدين تم قصد تم قصد إرادة إذلال كل ما يتعلق بالإسلام وبالدين نعم الاحتفال بالمولد أصبح مناسبة للشرك ومناسبة للعري ومناسبة للزنا ومناسبة للعري ومناسبة للاختلاط ومناسبة لكل أنواع الفساد نعم النبي عليه السلام نحبه والله نحبه والله نحبه أكثر من الذين يحتفلون بمولده والله وبالله وطالله لأن حب النبي فرض وواجب من واجبات الشريعة ومن لم يحب النبي لم يحب الله ومن لم يحب الله لا يدخل الإسلام وينقض الإسلام والنصوص كلها في الشريعة تتأكد على أن الرسول عليه السلام الذي يحبه بالحق عليه أن يعظم الرسول محبة الرسول تتأكد في ثمانية أشياء أولها التعظيم تعظم رسول الله ثانيا تحبه ثالثا تطيعه أربعة تسلم لكل ما جاء من عنده كل ما جاء من عند النبي تسلمه تنزل الرأس تقول سمعنا وأطعنا خمسة تتبع تتبع ما أمر النبي تتبع قوله تتبع فعله ستة تصدقه بكل ما صح عن أخباره كل ما صح من خبره صلى الله عليه وسلم يلزمك تصدقه وسبعة تؤمن بكل ما جاء به وثمانية تعبد الله تعالى بما شرع الله وبما بين محمد رسول الله هذا هو فعلا ما يثبت أنك تحب النبي هذه الأشياء الثمانية هي التي تثبت أنك تحب النبي تعظمه تحبه تطيعه تسلم لكل أمر أمر به تتبعه في كل شيء تصدقه بكل ما أخبر تؤمن بكل ما جاء به تعبد الله تعالى كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ينزل الأحكام ومحمد صلى الله عليه وسلم يبينها هذه مسألة الأولى هل نحن نحبه نعم نحبه صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء لما أنت ما تحتفلش بالمولد شيء تهمك يقولك أنت ما تحبش محمد هكذا هكذا يدخل قلبك ويرميك بقنبلك ما هاته والله يكذب والله هو لا يحبه لو أحبه ما احتفل بالمولد لأن الرسول عليه السلام لم يحتفل بالمولد لأن زوجاته زوجاته 13 زوجة ما احتفلت حتى واحد مولد يعني ثم واحد يحب النبي أكثر من زوجاته لمحمد زوجاته لا واحدة احتفلت لا في حياته ولا بعد موته ابناته اللي هما أربعة أربعة ابنات وثلاثة كورة لا واحد فيهم احتفل بالمولد لا في حياته ولا بعد موته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين ومعاوية كلهم لم يحتفلوا بموته كلهم لم يحتفلوا بموته والرسول على السلام يقول خير قرني خير القرون قرني خير القرون قرني هذكم أحسن نس علما وفقها وخوفا وعملا بالدين واتباعا للنبي وحبا للنبي أولئك كلهم لا واحد منهم احتفل بالمولد نعم المسألة الثانية لازم يعرفوها هل يحتفلوا بالدين ثم مسألة كبيرة هي البدعة راه البدعة خطيرة راه الابتداء في الدين خطر جدا ولذلك الرسول عليه السلام كان في أول في كل خطبه في مفتتح خطبه التي سمها أهل العلم خطبة الحاجة وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وشر الأمور محدثاتها شر الأمور أن تحدث في الدين وكل محدثة بدعة نعم ثم العمل اللي تعمل فيه يا مبتدع زياد على الإثم وعلى أنك كتبت من المبتدعين يرجع عليك العمل لا يقبل لأنه ليس عمل صالح بل عليك وزر لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو رد يعني مردود ما هوش مقبول من أحدث يعني اللي يحدث اللي يأسس البدعة عمله مردود وبعد في حديث آخر في رواية مسلم يقول من عميل لا إذن ثم من يؤسس هذا التأسيس مردود وثم من يعمل بتلك البدعة المؤسسة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالمؤسس بدعته مردودة عليه والعامل بتلك البدعة التي أسسها المؤسس كذلك مردودة عليه نعم يا إخوة البدعة أمر خطير وهي أحبه إلى إبليس من المعصية البدعة أحبه إلى إبليس من المعصية لأن العاصي يتوب العاصي يتوب ويقول لك أنا كنت مذنب وكنت عاصي وكنت مختأ وكنت وكنت لكن المبتدع يحسب نفسه أنه على هدى وأنه على خير وأنه على دين ولذلك يصعب أن يتوب المبتدع لأنه يحسب أنه يحسن صنعا ولذلك قال سفيان الثوري وأهل العلم البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب لأنه يحسب أنه يحسن صنعا صاحب البدعة أيها الإخوة لا يزداد من الله إلا بعده هذوم البدعين للمولد وغيره دائما هم أبعد الناس عن الله عز وجل بقدر ما يبتدع بقدر ما يبتعد لأن البدعة رأي سلسلة البدعة هي يحتفل بالمولد وبعد يشد الرحال إلى القيروان وشد الرحال لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد العقصى المبارك حرره الله هالمساجد الثلاثة هذه واحدة يزم سافرها نحن ولينا نسافر إلى مسجد القيروان وهذه بدعة أخرى إذن الاحتفال بالمولد بدعة وشد الرحال بدعة والوقوف أمام القبر غادي بدعة وربما دعاء سيد السحبي اللي هو أبو زمع البالوي رضي الله عنه بدعة وربما ذبح له بدعة مش بدعة شرك والوقوف عند القبر والدعاء أمامه وتتوجه إليه لأن القبلة هذا شرك إذن البدعة تؤدي سلسلة سلسلة من الأعمال الفاسدة التي تخلد بصاحبها في جهنم افهموا رأي تخلد بصاحبها في جهنم بدعة المولد تؤدي إلى بدعة أخرى أكبر أكبر شد الرحال والذبح عند القبر والسؤال للقبر هذا فضلا على المنكرات المنكرات الأخرى أحرام لكن الإشكال أنك توقف أمام القبر وتدعو صاحب القبر وتتبرك بالشباك وتتبرك بالحديد وهكذا وتأخل ما تروح به تأخل ما متاع سيد السحبي وتروح به ولا البخور وتروح به ولا اللبان وتروح به ولا الزهوم اللحمة وتروح به هذا كله شرك أنا مرة مع أحد الأخوة مشينا في رحلة للقيروان باش نزور شيخي وحبيبي محمد خليف حفيظه الله ولد الشيخ عبد الرحمن خليف فقلت للأخ لي معي قلت له ايبر ماشي نعمل نزور معنا الصحابي وزيارة القبر من السنة فتخلت أنا والأخ نلقى نساء دايرين بالقبر واللي قاعد تبكي واللي قاعد تمسح في الشباك والراجل قاعد يبكي واللي قاعد يخرف القرآن ويمسح في الشباك وقاعد قدام الباب وحيت وحيت يوزن يكون 300 كيلو وجهه أحمر تبارك الله ومعنده مرش مرش واللي خارج يرش ويعطي عشر الاف عشرين الاف ثلاثين الاف انعم 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 ياكلوا ياكلوا بالقبور فقتله أخي نجم الناس قلوا لا عناش تكلم فيهم أهم لهين مشغولين تلفت لصاحبي قتلوا هذهم أول ناس عاربون هذهم اللي ياكلوا بالدين هذهم اللي ياكلوا بالدين واللي نجي ونقولوا لهم راه هذي بيدع ونحب ونفيق الشعب هذهم أول ناس حاربون وفعلا هم أول ناس حاربون إذن صاحب البدعة أيها الأخوة يزداد لا يزداد من الله إلا بعد ماشي في باله هو يتقرب إلى الله ووالله هو يبتعد عن الله سبحانه وتعالى قال مالك مالك قال مالك ممكن مالكية يتوانس ممكن مالكية هذي يقول مالك معناها أنتم يلي تحتفلوا بالمولد ومحتفلش به الرسول وزوجاته وابناته وأحفاده والصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والسلف الأول إلى من تبعهم بإحسان وإن شاء الله نحن منهم إن شاء الله لننتبعوا فيهم بإحسان هذم إيش يقولوا يقولوا قولة مالك معناها أنكم أنتم جبتوا الأسد من قرنو يعني أنتم يعني جبتوا حاجة انساها النبي ولا ما بلغ هاش النبي ولا ما عرف هاش النبي شي يقول لي مالك من ابتدع من ابتدع في الإسلام بدعة فقد اتهم نبي صلى الله عليه وسلم بالخريانة أنت يلي تعمل في بدعة المولد والله يراك في الحقيقة من داخلك تتهم النبي عليه السلام بأنه خاين لأنه ما بلغناش ما قلناش أعمل ما قلناش أعمل المولد وانت وانت جبت الأسد من أذنه باي انت جبت ما شاء الله ليك مقواك في التقوى ما شاء الله قوي في التقوى باي وشي يقول لما مالك بعد وكتماني شيء من الحق ما للرسول عليه السلام استغفر الله خاين واستغفر الله ولن يكون انتم هاي اللي تحتفلوا بالمولد ما احتفل شباه الرسول وما تحتفل شباه الصحابة ولا زوجات ولا ابنات أحب الناس ليه زوجات وابنات وولاده ما احتفلوش لا في حيات ولا بعد موت جي انتم تحتفلوا معناها انتم تتهموا الرسول عليه السلام بالخيانة وكتماني الحق قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ومشي قولهم بدعة حسنة والرسول عليه السلام في كل خط بيقول ألا يقول كل بدعة ضلالة كل بدعة كل بدعة ضلالة كلمة كل تفيد الاستغراق ما تماش بدعة حسنة كل بدعة قال مالك كل من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم ثم قال مالك وما لم يكن يومئذ دينا اللي ما كانش دين في عهد الرسول وَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ 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 هذا القول مالك هذا القول إمام مالك أنتم تخالفوا إمام مالك اتبعوا في شكون الرسول عليه السلام يتبرأ يتبرأ من المبتدعين يوم القيامة وقتل الناس المسلمين يحبوا يمشيوا للحوض بيش يشربوا من نهار العطش بيش يشربوا فلم لايك أجيء وشادة العصية تبدأ تضرب في رؤوس يقول للرسول عليه السلام إنهم مني لأنه يرى آثار الوضوء وآثار الصلاة في الجبهة يقول للرسول يا رسول الله لا تدري ما أحدثوا بعدك ماكش عارف وشنو عملوا بعدك أحدثوا بعدك يعني عملوا بدع بعدك يقول النبي سحقا 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 يرى ميصليوا وآثار الوضوء في أيديهم وفي أوجوههم وفي وجوههم وآثار السجود في وجوههم وهم من أمة محمد لم لايك تبدأ تضرب فيهم ابعدوا ابعدوا على الحوض والرسول عليه السلام يقول سحقا 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 لمن بدل هذا حديث فيه تهديد عظيم لمن لم يرضى بما فكان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم العبيديون اللي هم تخفاوا باسم الله الفاطميين وهم ملحدون ملحدون تخفوا باسم فاطمة هم الذين أسسوا هذا البدعة هذه البدعة هل تعلمون ماذا فعل العبيديون بتونس اللي يسموا روح فاطميين كانوا يذبحوا في التواسة ذبحا كانوا يحلوا في بطن المرعى الحامل ويخرجون ويخرجون الولد من بطنها كانوا يسلخون لحوم العلماء يسلخون الجلد على اللحم ويشون يشون لحوم العلماء هذا ما كان يفعل هذا ما كان يفعل العبيديون هذو ما لأسوا بدعة المولد وعليش أسوها بش يضحكوا عليكم بش يضحكوا عليكم لأنه عملوها نهار وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الرسول توفي يوم 12 ربيع الأول ولا أحد يعلم ولا أحد يعلم متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه ولد يوم الاثنين وعمل عمل شكون ذك زحف طيرا أبابيل فقط معروف العام ومعروف اليوم أما الشهر مش معروف لكن وفاته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان وفاته يوم 12 ربيع الأول والعبيديون بحكم أنهم كفار اختفوا باسم فاطمة فاطمين يضحكون عليكم يضحكون عليكم يعني عملوا المولد نهار وفاة الرسول بش الناس تفرح يوم موثاة الرسول يا ولدي حطوا عقولكم في مخاخكم العبيديون احتفلوا بالمولد وابتدعوه لكم شماتة في موت الرسول وانتم ما تحتفلوا نهار المولد والله نهار 12 ربيع الأول أنا أكون حزين حزين علاش لأن الرسول مات يومها مات يومها الرسول عرف متى ولدا ولدا يوم الثنين عام الفيل يوم الثنين عام الفيل ولم يعرف الشهر ولم يعرف اليوم 12 10 13 14 في أي شهر مش معروف فقط عرف يوم وفاته 12 ربيع الأول والمجرمون هذكم العبيديون الذين تغطوا بالشيعة وتغطوا بفاطمة هم الذين وضعوا لكم هذه البدعة شماتة في موت الرسول وأنتم تحتفلون يوم وفات الرسول يا لها من جهالة هؤلاء العبيديون اللي قلت لكم دخلوا القيروان والذبحوا يعني ما استطاعوا حتى يفرضوا الشيعة على المسلمين ولم يستقر لهم قرار فذهبوا إلى المهدية وكذلك قاوموهم أهل المهدية كما قاومهم أهل القيروان بقيادة محرز بن خلف رحمه الله محرز بن خلف رحمه الله فذهبوا إلى مصر ذهبوا إلى مصر نعم إذن إذا كان هذوم العبيديون هذوم تاريخهم أحمر بالدم ها تحتفلون باليوم الذي وضعوه وهو يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم تحتفلوا بالموت وتقول نحبوه والله يتكذبوا والله يتكذبوا أكثر الناس حبا له لا يحتفلون بل يترحمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع الأول ويحزنون يحزنون ذلك اليوم لأنه هو اليوم الذي توفي فيه حقيقة ولم يولد يوم 12 ربيع الأول هذوم المحتفلين يقول لك نحبوه وبين تلك منهم يكذبوا ما عندهم حتى دليل شرعي بإباحة بإباحة الاحتفال الدليل الوحيد هو أن الرسول عليه السلام قال سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه سئل عن صيام يوم اثنين قال ذلك يوم ولدت فيه أي قال 12 ربيع الأول قال صلى الله عليه وسلم 12 ربيع الأول قال اثنين قال اثنين والاثنين والخميس كان الرسول عليه السلام يصومهما ويحض على صومهما لأن الأعمال ترفع فيهما إلى الله إذن يوم الاثنين ما قالش 12 ربيع الأول قال الاثنين وعما احتفل بيه الرسول صامه المفروض أنتم يوم اثنين ربيع الأول إذا كانت تعتقدوا بأنه 12 ربيع الأول يوم المولد تصومه مش تفرحوا مش تفرحوا يوم موته ما سئلوش على يوم مولدي قالوا له علايش تصوم الاثنين قال ذلك يوم مولدي با صار ما عملش عصيدة وقصيدة ورحل القيروان وعمل وعمل ما ثماش موقعش هذا قلت لكم من فعله العبيديون الملحدون الذين تغطوا بالشيعة ليسخروا منكم تتبعون بضعة أسسها ملحد شماتة في رسول الله بش يضحكوا علينا بش يضحكوا عليكم نعم الرسول ما احتفل شوم اثنين صامه صامه يوم 12 ربيع الأول إذا كان كنت تعتقدون بأنه يوم مولده أنتم تصوموا أنتم تعملوا المنكرات بما فيها المنكرات الشركية نعم تقول له تحكيله تحكيله تقول له بدعة إن وجدنا أباءنا كذلك يفعلون وجدنا أباءنا كذلك يفعلون إذن عادات تقاليد يود يقول لكم تبعوا ربي محمد وجدنا أباءنا كذلك يفعلون إنّا وجدنا أباءنا على أمه يعني على شيء على أمر يعملوا في حاجة وإنّا على آثارهم مهتدون هداية هذه هذا الظلال نحن نتبعوا فيهم هما عملوا نحن نتبعوا الدليل الوحيد قال ذلك يوم أن ولدت فيه وهما ما احتفلش به ما احتفلوش به الصحابة ولا زوجاته أكثر ناس يحب النبي زوجاته أكثر ناس يحب النبي بناته وولاده ما احتفلوش يقول لك بدعة حسنة رد عليهم كما قلت من قبيلة كل بدعة ضلالة كله وكلمة كل تفيدوا لفظ كل يفيدوا العموم الإطلاق كل بدعة ضلالة ولو كان سنة لسابقنا بها الأولون الرسول عليه السلام لم يولد يوم 12 ربيع الأول هذا بالتحقيق العلماء يا إخوة الكرام بدعة المولد تحبل بدعة أخر بدعة تحبل تولد كما قلت لكم شد الرحال إلى القيروان وزيارة قبر أبي زمع البلوي والله أعلم شي تقع فيه من بلاوة رحمه الله ورضي الله عنه وذبح لغير الله واختلاط وتبرج وطبل ومزمار وصبايا عراية ترقصنا على أنغام شركية ومناكير ولعنات نعم لعنات وتعرف يا إخوة الكرام في جامعة زيتونة نهارة المولد وقال يقرأوا البردة تعال بوصير تعرف في بيت من الأبيات يقوموا يقوموا يقفون وكلهم يقفوا تسألهم لماذا يقول لك إن روح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتنا وتمر بيننا الآن والله والشيوخ كبار قعدت معاهم مشيت معاهم مش لازم نسميهم حفظا لهم قعدت معاهم في نهارة المولد أول مرة مشيت ومن وقتها ما عاش نمشي وقف الناس والله ما وقفتها والله وأنا شاب صغير ما وقفتها سألته الشيخ قلت له يا شيخي ماذا قال لي الآن يعني روح النبي صلى الله عليه وسلم مرة بيننا ماذا الدين عنده توانسة أكثر توانسة المولد وعصيدة وقصيدة والقيروان وجمع الزيتونة ورمضان للأكل وبعد وشرب وبعد شد الرحال إلى المقاهي والعيد الأضحى ذبح وشويان وكثير من الناس أكرمكم الله يسكروا يسكروا بسنة هذه الأضحية في رمضان الناس تشد تشد الرحال إلى المقاهي المقاهي الأباء يبعث أولادهم مقبل المغرب يقول لهم برا شد لبقتي نعم المولد عنده كثير من الناس أيها الأخوة فرصة للتفريغ الكبت يا أما الكبت الجنسي ولا الكبت الأحزان ولا كبت الكآبة المولد بدعة نحكي مع واحد قلت يا ولدي بدعة وذكرت له بما فاتح الله علي وهو كانت زوجته توفيت عندهش مدة قال لي يا أخويا خلينا نفرحه خلينا نفرحه يا أخويا أي هكذا لأنه مكبوت لأنه حزين لأنه في كآبة لوفاة زوجته خلينا نفرحه نعم خلونا نفرح يا أخوتي ما نحبش نتول عليكم الخلاصة لا علاقة للإسلام بالمولد لا علاقة للإسلام بالمولد المولد خارج الإسلام ماهيش من الإسلام ونحن لنا عيدان فقط عيد الأضحى وعيد الفتر ولا عيد ثالث أو مرة خارجين مصلات من الجامع قال لي واحد من محتفلين عيدك مبارك يا شيخ قلت له عيد ماذا قال لي عيد المولد قال لي ملا صليت الصلاة عيد المولد قال لي يشيخ وثم صلاة عيد المولد قاللي ما الكيف عيد مغير صلاة ما كل عيد مستسلول ولا كان tet来 واشدا لا أ chamois لن نشعارف دخلة المخيخ هم لا نعم يا إخوة لو كان المولد خيرا لسابقنا لأمر الله به ولأمر به رسوله ولأمر الرسول لفعله الرسول ولفعله زوجاته وأولاده وبناته عنده ثلاث أولاد وأربع بنات لا واحد منهم عنده سبعة أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أذكورة وأربع عينات لا واحد منهم احتفل نعم المولد في جزء من خطة ممنهجة لتخريب وإفساد عقيدة الناس وأخلاق الناس المولد جزء من خطة طحن ورحي الوعي عند الناس حتى يخرجون ناس أغبياء متخلفين تنتشر شعوذة شعوذة الفاسدون يستغلون غباء المختفلين بالمولد لينهبوا لهم أموالهم ولينفسوا عنهم أحقادهم أحقادهم وأمراضهم النفسية يا أخي يا حبيبي يا أختي يا فاضلة لا تشهد ولا تشاهد ولا تحضر ولا تشارك ولا ترضى ببضعة المولد قال الحق تبارك وتعالى فإن شهدوا فلا تشهد معهم سترون إعلام العار إعلام العار وخاصة النسمة خاصة النقمة من سيختاره من مشايخ مشايخ الشيخات أنا نتحدى قنوات الإعلام يعيتوني مع مشايخ الشيخات هذوما والناقش في شرعية هذه شرعية المولد نعم طبعا كل من يحتفل بالمولد سيقولك هذا الدين قلت لهم من قال مالك من ابتدعى في الإسلام بدعاه فقد خان فقد اتهم الرسول عليه السلام بالخيانة أيها الإخوة كل هذا يدفعنا أن الأمر بالمعروف والناعي المنكر أصبح أكثر وجوب أمر بالمعروف والناعي المنكر أصبح أكثر وجوب لابد أن تأمروا أهليكم وأن تنهوهم وتعلموهم ولا بأس إذا كان هذا الشريط إن شاء الله موجود خليهم يسمعوا خليهم يتفرجوا الرأي الآخر لأن العلام الفاسد قاعد يخرب يخرب في وعي الناس ونحن مجيبوناش للمسائل هذه مجيبوناش للمسائل هذه حتى ننور عقول الناس ونشفي صدورهم من هذه الجاهلية الجهلاء أخوة الكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته